الهلال كان عارف من قبلها من موضوع الإنارة نعم يا طبعا الإنارة الآن ما ليش؟ الإنارة الآن الإدارة ما فتحت موضوع لأنه أصلا الإنارة في شركة أسبانية شغال عليها فهم عايزين يعاجوا بعض الملاحظات على أساس أنه حتى يلعبوا بالعصر طيح ما هو؟ كده إحنا يجينا حنرجع تاني في فترة لقدام مثلاً لو نفترض أنه لا قدر الله الاتحاد أجبرك مثلاً هو ما ما حيجبرك لو كان مثلاً أنت مجبر أنك أنت تلعب الساعة سبعة كان حتعمل شنو؟ كان حيكون عندك المشكلة الأساسية اللي ترفع لك فيها قبل كده خطاب اللي مفروض كانت تحلها في 14 يوم لا زالت مستمرة معاك لحد الليلة شهرين أو ثلاثة شهر من الخطاب ده مما جاء طيب انت حسي في الفترة القريبة دي محتاج المنشأ الرياضية جوه محتاج دورات المياه مقاعد البدلاء هي طبعاً الملاحظات دورات المياه مقاعد البدلاء مقصورة الإعلاميين المداخل غرف اللاعبين ماشي ساهل نعم ماشي ساهل هل أنت هتقدر كلام ده كله حتى أرضية الملعب أنا بقول لك حتى أرضية الملعب فيها ملاحظات فيها بعض الملاحظات الشي ده ما ساهل بعدين أنا دار أرجع لي حاجة نادي الهلال وين استثمارك نادي الهلال ده ملف فلانلي السوداني حقيقة ملف معطل تماماً ده اللي بتعين به ونمسك في ملعبك وين الحقوق البس؟ أنا ما بحاجة من الهلال برو المسؤولية دي مسؤولية تكافرية مسؤولية الدولة مسؤولية الدولة يعني اللي لا لا عندك حقوق رعاية لا عندك حقوق بس كيف أنت تطلب من النادي يلتزم بالالتزامات دي كلها؟ عندك مشاكل لاعبين عندك جهاز فني فالمشاكل متراكمة من ألف لحد المتراكمة كتير وكل ما هنحل مشكلة هنرقع والمشكلة المشكلة